أعرب مصر مسؤول في وزارة الخارجية اليوم عن ترحيب دولة الكويت بالتوقيع اليوم بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان الشقيق وأكد المصر على أهمية هذه الوثيقة باعتبارها ركيزة أساسية لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام وصياغة مستقبل مشرق للأشقاء مثمنا الجهود التي بذلتها كافة الأطراف وتعاونهم في تغليب مصلحة من العليا للوصول إلى التوقيع على هذه الوثيقة الحيوية الهامة وأختتم المصر تصرحه بالتأكيد على وقوف دولة الكويت إلى جانب السودان الشقيق فيما يحقق أمنه واستقراره